السلام عليكم انخفاض جديد كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة تذبذب كبير في أسعار الدواجن بالأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض الأسعار على رخم من انخفاض أسعار الأعلاف والذي يشكل 70% من تكلفة الدواجن حيث تنخفض الأعلاف يوما بعد يوم نتيجة توفر النقد الأجنبي أسعار الدواجن اليوم وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتساجل 95 جنيهن بعد أن كان سعرها 105 جنيهات منذ أيام قليلة وتصل إلى المستهلك بسعر 116 جنيهن وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 89 جنيهن للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهن وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساس الفراخ الحمراء حيث سجلت حوالي 113 جنيهن بعد أن سجلت أمس 110 جنيهن وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهن وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة 89 جنيهن وتصل للمستهلك بسعر 97 جنيهن ويتراوح سعر كيلو البانية اليوم من 200 إلى 250 جنيهن في بعض المحلات على حسب المنطقة كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيهن للكيلو الكبد والقوانس يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيهن للكيلو الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيهن أسعر البيض وارتفع سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 148 إلى 155 جنيهن وسعر كرتونة البيض الأبيض 146 إلى 155 جنيهن تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدأ من 160 جنيهن وكشف الدكتور ثاروت الزين نائب الرئيس اتحاد منتش الدواجن عن الموعد الحقيقي لانتفاض أسعار الدواجن حيث قال إن الأسعار سوف تنخفض أكثر في النصف الثاني من رمضان بعد قلة الإقبال على شراء الدواجن كما سيشعر المواطن بانتفاض الأسعار بعد انتهاء شهر الرمضان استقرار النقد الأجنبي وأضاف الزيني لصدى البلد أن استقرار النقد الأجنبي هو المؤثر الأساسي في أسعار خامة الأعلاف وبالتالي يؤثر على أسعار الدواجن موضحا أن هناك تراجع يومي في أسعار الدواجن من 28 ألف جنيهن لـ 24 ألف جنيهن وقابل للانتفاض مرة أخرى وهذا شيء جيد لأنه يشجع المربيين على زيادة الإنتاج وأوضح نائب رئيس اتحاد منتج الدواجن أن الدواجن تحمل جزء كبير من البروتين الحيواني في مصر لافتا إلى أن الانتاج والإتاحة العاملان الأساسي ينفتحكم بأسعار الدواجن لأنها سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم ترجمة نانسي قنقر